لم يكن الحوار الذي أجته صحيفة الأخبار مع الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله على جزئين كغيرهم من الحوارات اتترق الحوار إلى بعض التفاصيل الشخصية والحياتية لرجل يكثر معه الحديث في السياسة فأعلن السيد حبه لكرة القدم قائلاً نعم أحبها وكنت ألعبها مع الأصدقاء قبل أن أضع العمامة وبعدها غالباً ما كنت مع البرازيل وأحياناً مع الأرجنتين وخصوصاً عندما كان مارادونا في المنتخب السيد شاهد جزءاً من المباراة النهائية في المونديال وذلك من أجل ابنه لا من أجل المباراة بحد ذاتها معللاً ذلك بالقول ابني كان مع ألمانيا أردت أن أخلق جواً من المنافسة والتشويق فوقفت في صف الأرجنتين أما عن استعمال موقع الفيسبوك فقال السيد بسبب الظروف الأمنية فإن كل شيء له علاقة بالتليفون الخلوي والإنترنت يجب أن يبقى بعيداً منه ولذلك لا علاقة مباشرة لي بالفيسبوك ولكنني مطلع على نحو دائماً على ما يحصل على مواقع التواصل الاجتماعي من نقاشات وإشاعات ومحادثات من خلال الملخصات والتقارير التي تصلني عن الموضوع وفي هذا الإتار انتشر عبر مواقع التواصل هاشتاج مساعد سمحته أوصل خلاله المغريدون تحياتهم ومطالبهم إلى السيد ومعايداتهم بذكر انتصار تموز لم يغب الحوار عن طبق الطعام المفضل لدى السيد معلداً أنه حالياً يأكل أي شيء متوافر مسترسلاً في الحديث لكن أيام زمان كنت أفضل الملخية والمشدر بالرز والسمك أما عن قيادته السيارة فذكر السيد أن آخر مرة قاد فيها سيارة تعود إلى عام 86 كحد أدنى ولدى سؤالي عن شكل الضاحية الجنوبية بعد عام 2006 أصر السيد على عدم غيابي عن الضاحية وأنه يعرف تفاصيلها معتبراً أن الإسرائيلية روج فكرة ما ويساعد على ترويجها بعض الإعلام العربي مفادها أنني مقيم في ملجأ بعيداً من الناس فلا أراهم ولا أتواصل معهم وإني منقطع حتى عن إخواني أنا لا أقيم في ملجأ والمقصود بالإجراءات الأمنية هو سرية الحركة لكن هذا لا يمنعني نهائياً من أن أتحرك وأجول وأتعرف وأرى كل ما يحصل وعن مشاهدتي أفلاماً أو مسلسلات رد السيد قائلاً عندما يتوافر لدي وقت شاهدت حلقات من مسلسلات مثل التغريبة الفلسطينية النبي يوسف الحجاج بن يوسف الغالبون وأمثالها اعتاد السيد أن يقرأ الروايات منها لجبران خليل جبران ولكن منذ خمس سنوات وحتى الآن لم يقرأ شيئاً في هذا المجال باستثناء كتاب هدية وصله بعنوان عين الجوزي وقال السيد مثلاً الآن في الموضوع الثقافي أنا أقرأ الموضوعات التي تعالج ظاهرة التكفير ولا سيما تاريخ التكفير وأسبابه واتجاهاته وهناك مجموعة من الكتب الممتازة في هذا المجال شيعياً وسنياً لأن هذا الآن هو موضوع الابتلاء الحقيقي وفي الفترة التي سبقت عام 2006 تركزت قراءاتي على الموضوع الإسرائيلي كمذكرات الجنرالات والسياسيين وقادة الأحزاب لأن هذه معركتنا وقد أصبح لدينا تخصص في هذا المجال وتابع نصر الله كنت أتقن اللغة الإنجليزية لكن بسبب قلة الممارسة بدت أفهمها لكن لا أتحدث إلا قليلاً أستمع إلى نشرات الأخبار وأفهم ما يرد فيها